السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الاثنين خمسة آب أغسطس طبعا القمر اليوم موجود في برج الأسد ورح ينتقل الساعة التسعة وستعشر دقيقة مساء من مساء اليوم الاثنين رح ينتقل من برج الأسد لبرج العذراء ورح يظل موجود في برج العذراء لغاية الساعة التسعة 31 دقيقة من صباح يوم الخميس بتوقيت جرينتش لا ينتقل القمر بعديها للميزان وأيضا اليوم عنا انتقال الزهراء إلى برج العذراء وعنا تراجع عطارد اليوم رح يبدأ أيضا في برج العذراء القمر الآن موجود في منزلة الزبرة وهي منزلة للربح والحرية والصلاح والإصلاح وهي القمر رح يظل موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 24 و25 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش من صباح اليوم الاثنين لا ينتقل القمر بعديها لمنزلة الصرفة وهي منزلة للربح والضرر والخراب والإصلاح بين الشركاء والثبات القمر بما أنه موجود في برج الأسد لغاية ساعة المساء فبضل اليوم الناس من حولنا أكثر كرما مما اعتدنا عليه مادنيا معاطفيا وبينصف بالتركيز على الفرح والترفيه والتجميل وممارسة الهويات ومشاركة العاطفة مع الأحبة ويمكننا التواصل مع المسؤولين ومحاولة إجراء استفسارات ونصائح بشكل صحيح بإمكاننا تعزيز العلاقة مع أحبائنا أو أبنائنا ويمكننا أن نقترض المال أو نستثمر أو نشتري المجوهرات الثمينة ومنكون جارئين ومنرتدي الملابس الأنيقة ومنهتم بمظهرنا الخارج اللي بيلفت انتباه الآخرين لألنا بالنسبة للزوايا والأحداث اللي رح تصير اليوم أول حدث رح يكون عندنا هو انتقال الزهرة من برج الأسد لبرج العذراء رح يكون الساعة 22 و22 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش من صباح اليوم الاثنين ورح يظل طبعا كوكب الزهرة في العذراء بحركة مامية لغاية الساعة وحدة و 22 دقيقة من بعد ظهر يوم الخميس 29 ثمانية طبعا له تأثيرات إيجابية الزهرة الحلقة صارت موجودة على القناة تأثيراتها الإيجابية رح تكون بالدرجة ولعلى موليد برج العذراء رغم أنه فيه تراجع العطارد اللي رح يعمل نوع من أنواع الإرباك فعشان هيك الحلقة مهمة جدا إنكوا تحضروا هنة تنتين عشان هاي فيها كثير من المعلومات اللي بتكون تنتبهوا خلال هذا الشهر كل الأبراج الحدث اللي رح يصير وهو الحدث الآخر اللي هو تراجع كوكب عطارد في برج العذراء طبعا هاي ذكرناها في حلقة انتقال عطارد للعذراء إنه فيه تراجع وإن هاي المرحلة الثانية اللي هي رح تستمر من صباح اليوم ساعة أربعة وستة وخمسين دقيقة صباحا من صباح اليوم خمسة ثمانية ورح يستمر بالتراجع في برج العذراء ليوم خمسة عشر ثمانية بيكون يعني عند منتصف ليل الأربعة على الخميس الساعة تناعش وخمسة عشر دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت جرانيتش لا يرجع متراجع من برج العذراء لبرج الأسد وقولنا إنه هاي فترة خطرة جدا بيصير فيها نوع من أنواع التعطيل والتشويش في عالم الاتصالات والمواصلات وبتكثر الحوادث على الطرقات وبتتعرض البورصة والأوراق المالية لها الزات وتقلبات مستمرة وهاي الفترة سيئة لهاي خطوة جديدة مهمة مثل خطبة أو زفاف أو افتتاح مشروع جديد أو شراء حاجية ثمينة ومن الضرر جميعا من هذا التراجع طبعا الحلقة برضو موجودة على القناة عشان تستفيدوا أكثر بالمعلومات أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين أورانوس هذه الزاوية رح تكون الساعة ثلاثة وخمسة عشر دقيقة عصرا بتوقيت جرينتش ابتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك تجعلنا سريعين التأثر وعنيدين غريبين الأطوار وبتعرضنا لتغييرات مفاجئة في الراي أو العواطف وبتدفعنا للعلاقات العابرة اللي ممكن انها تعرضنا للفراق بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار السلبي للقمر اللي رح يبدأ الساعة ثلاثة وخمسة عشر دقيقة عصرا بتوقيت جرينتش ورح يستمر لساعة تسعة وستعشر دقيقة مساء بتوقيت جرينتش هذا بيعني ان الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج مثلا أو شراش هثمين بل إكمال العمل اللي بدانا فيه قبل خلو المسار الساعة تسعة وستعشر دقيقة مساء بتوقيت جرينتش القمر خلاص بنتقل وبيستقر في برج العذراء عشان هيك منعود لطبيعتنا الجادة من وللمزيد من الاهتمام لصحتنا من خلال ممارسة أو بضع نظام غذائي أو تمرين رياضية بتساعدنا في الحفاظ على وزننا نذهب للعمل بحيوية مركز في جميع التفاصيل منكون دقيقين بكل شيء ومنكون منظمين جدا الناس نادرا أنهم يقدموا الدعم المالي أو العاطفي في هاي الفترة لأن العنصر العملي في حياتنا هو المسيطر أكثر احذروا من الوهم والوسواس في هاي الفترة هذا أفضل وقت للتخلص من عادات سيئة كالتدخين أو شرب الكحوليات أو المهدئات أو المخدرات ويمكن الحصول على حيوان أليف أو قراءة كتاب مفيد أو البدء بعمل جديد وبإمكانها تعزيز العلاقة مع الزملاء في العمل والمراجعات والفحصات الطبية أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين الزهرة هاي الزاوية راح تكون ساعة تسعة وثلاثة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينج بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبتعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم وبتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا وبتسمح لنا أنه نعيش أوقات ممتعة جدا بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها خلال هذا اليوم طبعا من الآن وحتى ساعات المساء أن القلب الشريان الأورطي، الدورة الدموية، ضغط الدم معدل ضربات القلب، العمود الفقري والظهر والجانبهم أما من ساعات المساء والأيام القادمة بصيرنا البنكرياس، لمعاء الدقيقة، الأعور، القولون الجهاز الهضمي، الاثنى عشر، المستقيم، أجهزة الإحساس اللي هي العيون والأذنين بالنسبة لهذا اليوم طبعا يوصى بجراء العمليات الجراحية دون الأعضاء اللي ذكرناها مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر أو الطرق التقليدية للأشخاص اللي بعانوا من كثافة الشعر أما اللي ما عندهم أي مشكلة، ما في أي مشكلة لإزالة الشعر يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح يستقر في برج العذرة خلو المسار القادم رح يكون يوم الخميس بيبدأ تمام الساعة 48 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج وبيستمر حتى تمام الساعة 9.31 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج أما بالنسبة لعمر القمر، عمر القمر الهلال الجديد، عمره يوم الساعة 33 دقيقة فجرا، نبدأ باليوم الثاني، نسبة الإضاءة 2% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطبع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الأسد حتى يوم 22 ثمانية، سعيد بنسبة 85% الآن، ساعة الصباح سعيد بنسبة 45% القمر في الأسد، ورح ينتقل للعذرة، ورح يظل في العذرة ليوم 8 ثمانية، سعيد بنسبة 30% الآن، ساعة الصباح سعيد بنسبة 70% عطارد في العذرة، في التراجع حتى يوم 15 ثمانية، في برج العذرة، سعيد بنسبة 5% الآن، ساعة الفجر منتحس بنسبة 25% الزهرة في الأسد، ورح ينتقل للعذرة، ورح يظل في العذرة ليوم 29 ثمانية، منتحس بنسبة 10% المريخ في الجوزاء حتى يوم 49 سعيد بنسبة 60% الآن، ساعة الفجر سعيد بنسبة 30% المشتري في الجوزاء حتى يوم 19، منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 15-11، منتحس بنسبة 10% وأورانوس في الثور حتى يوم 1-9 سعيد بنسبة 30% ونبت في الحوت بيتراجع حتى يوم 17، منتحس بنسبة 10% وبلوتو في الدلو بيتراجع حتى يوم 2-9، منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل، طبعاً بتشتد رابطكم في التقرب من أحباكم وقضاء وقت ممتع معاهم وتعتبر هذا اليوم فترة مثمرة إيجابية بتستعيد إشراقتك وبتسحر الكثيرين بحضورك الباهر الجو مناسب لتلبية الدعوات وباستطعتك المبادرة فالظروف ملائمة للمغازلة والمصالحة حول تكرار المحاولات أما في ساعات المساء بتنتبه لصحتكم أكثر يبدأ العمل بالتراكم أكثر من المعتاد وبتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم برج الثور بالنسبة لموليد برج الثورة، بتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تضطر للإهتمام بتصليحات منزلية أو غيرها أهم مش إنك ما تفقد الاتزان وثقة الأحبة ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية أو مصريف إضافية أما في ساعات المسائف تبحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم وبتعيشوا لحظات سعيدة وناجحة وانفراجات وتطمينات ورومنسيات برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة، طبعا بتكثر عندكم اليوم الاتصالات والتنقلات ومنكم أشخاص ممكن يخرجوا في نزهة قصيرة وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار بتتمتعوا اليوم بسرعة بديهة وخاطر وباستطاعتكم مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة ممكن تحصل على فرصة جديدة تفسر من خلالها مشاعرك أو تبرر مواقفك وبتنشطوا بالتنقلات والاتصالات أما في ساعات المساء بتعيدوا تنظيم أموركم البيتية والعائلية ممكن يطرعطوا المنزلي أو حدث عائلي برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين في أي خطوة مالية جديدة لاسيما شراء حاجية ثمينة ممكن تعلجوا استحقاق مالي أهمش أنه ما تتسرعوا بتوظيف الأموال بل دققوا بالتفاصيل بتطمعن خواطركم نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ أهم شيء أنه تتفائلوا أما في ساعات المساء بتنشطوا بالتنقلات والسفريات والاتصالات ولكن بتكونوا أكثر وعيا على الطرقات برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم بتبدأوا فترة أفضل من الفترة الماضية بتعيدلكم نشاطكم المفقود وبوسعكم المبادرة بخطوة جديدة دعم من مركزكم الاجتماعي انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود وعليكم التحلي بالحكمة وأواقعية في حل بعض الأمور وبتشتد عزيمتكم وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وبتحقق مجاح مميز أما في ساعات المساء بتنهمكم في ضبط ميزانيتكم ابتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية ويحرصوا على أمالكم من الطياع أو السرقة برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة بسيطر التعب عليكم خلال هذا اليوم لغاية ساعات المساء فحاولوا تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف الأمور والتعامل مع الغير ممكن تتدمر من تأخير أو صوت فاهم أو التباس حذر من البدء بأي شيء جديد وما تسمح للقلق أنه يسيطر عليك ويمنعك من العمل والنشاط نظم أمورك وضاعف مجهودك اللي بتشعر فيه من تعب كل ما اقتربنا لساعات المساء أكثر بيبدأ بالزوال بتمتلقوا من ساعات المساء نشاط وحيوية وبتقلب بعض الخيارات والتوجهات لتناسب وضعك الحالي وبتمتعوا بالقدرة على قلب المعطيات لصالحكم برج الميزان بالنسبة لما وليد برج الميزان بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء منكم أشخاص اليوم ممكن يطلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة اطلب المساعدة وما تتردد بتقديم المساعدة بدورك في نوع من أنواع التحالف مع الزملاء أو الأصدقاء أو الجيران أهم مش أنك ما تبقى وحيد وحاول أنك تخرج للقاء الناس وإنجز كل الأعمال الضرورية والمهمة قبل ساعة المساء لأنه في ساعة المساء القمر رح يوصل لبيت المتاعب فبتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم بالانتباه أكثر لصحتكم أتوقعوا على عقد لا تحسموا أمر لأنها فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحظ برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ولكن بدك تقدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرص تقدم مفاجئ ممكن تظهر بعض المتاعب العائلية أو الشخصية المطلوب منك إنك تكون على قدر المسئولية وتعتبر فترة فيها بعض الصعوبة أما في ساعات المساء بتنشطوا بين الأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفل أو مناسبة سعيدة برج القوس من نسبة لموليد برج القوس بتنشطوا في السفر أو اتصال بعيد أو ممكن تشارك في حملة أو ورشة عمل وبتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم بتلتقي بوجوه وأراء وثقافات مختلفة أجواء لطيفة بتحيط بحياتك خلال هذا اليوم وحاول أنك تعزز العلاقات الإجتماعية والعائلية لأنها فترة مثمرة على جميع الأصعدة أما في ساعات المساء فهون القمر رح ينتقل ويستقر في البيت العاشر يعني بيت السمعة من ساعات المساء بتحافظوا على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية ويعتبر بداية فترة مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ولكن بيتكوت الجنب والخلافات وتسعوا لطلطيف الأجواء برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد طبعا بتعيد تنظيم أموركم المالي المشترك من جهة ثم فرصة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة ما بيناسبك إطالة الخلاف والزعل بل سارع لا تقريب وجهة النظر باستطاعتك يعني إدارة المفاوضات بشكل جيد ولبق وممكن تناقش موضوع إرث أو موضوع مالي خلال هذا اليوم أما في ساعات المساء بتنشطوه في السفر والاتصال لبعيد ولكن بتكونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة إثناء قيادة السيارة بين المدن برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو بترغبوا في تدعيم شراكاتكم خلال هذا اليوم ما زال القمر موجود مقابلكم ويعتبر هذا اليوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني ولكن حاول أنك ما تنفعل حاول الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعك التوتر ولا الجدال عالج كل التطورات بموضوعي وأعصاب برد وما تتسرع باتخاذ القرارات أما في ساعات المساء بتعيد تنظيم أموركم المالي المشتركة أنجزوا الواجبات بدقة حتى ولو كثرت حاولوا تنفيذها دون تردد وما تلتهوا بالأمور الثانوية برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بيبدأ العمل بالتراكم لديكم تدريجيا أنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل دون المبالغة في ذلك انتبغوا لا غذاكم وراحتكم وما تسمحوا لواجباتكم بالتزام ولا بالتراكم كون أكثر تنظيما وأحسن إدارة الوقت والجنة في إطارة العدوات وإهمال وضعك الصحي وخذ قصة من الراحة وإهدأ وكون عند حصن الظن أما من ساعات المساء وما بعد بترغبوا في تعزيز شراكاتكم كونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم وحاضروا من الخلافات وما الضخم الأمور هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء